أنا جنب الفترة بتاعتبكوري أنا من 2012 لما بدأت مع منتخب المبارزة لغاية النهاردة أنا بشتغل مع الرياضين اللي هم اللي محتاجين يكون موجود معهم رياضين أولمبيين اللي بشاركوا على مستوى كبير فيمكن من 2016 أنا شغلي كان مع أحمد الجندي في الخمس الحديث كان بشكل خاص قبل ما نضم للاتحاد كنت أنا المعد للبدني بتاعه يمكن جالي ودي ساكسيس ستوري كبيرة أنا من 4 سنين يعني تخيل لحن ذاتي أحمد محقق إنجازات شكلها إيه أنا من 4 سنين بقول إن أحمد الجندي ده من أقضل وأقوى الإنجازات اللي أنا عملتها في مجال التدريب يعني عموما فمن 2016 أنا شغال مع معدة بدني بشكل خاص بعدها 2018 انضميت للجهاز الفني بتاعه كان معدة بدني بشكل رسمي في الاتحاد من بعده إنباتي الشباب ممكن أنا كنت بقوم معه بدور المدير الفني من فترة كبيرة يمكن من آخر 2017 كنت بقوم بالدور ده من حيث مسؤوليتي ناحيته من أنا حاول بنصق بين الرياضات كلها الخمسة يمكن أكتر كمان من هو بيعمل أكتر من خمسة اكتيفتي يعني إن هو بيتمرن خمس رياضات وعنده الفتنس وعنده اليوجا وعنده أكتر من حاجة بيعملها فأنا كنت بقوم بالدور ده من أحمد الجندي كمدير فني وكمنصق فني لكل الاكتيفتي زي اللي بيعملها والنشطات اللي بيعملها في اليوم من 2016 هو جالي كان عامل عملية في رجبته يعني بدايتي معايا كان جالي بعكاز أنا فاكر كويس جدا اليوم ده يعني جالي بعكاز ويمكن جالي من وراء الاتحاد وكده بقى إن هو يعني لازم نعمل تأهيل بتاعنا بنا وبين بعض وشكل سري شوية عشان الرجل يقدر يشارك في البطولات اللي جاية ما حانش يقول ده بعيد وإنه ما يقدرش يشارك يمكن إحنا من بعديها بعد الإعداد ده بثلاث شهور بدأنا نشارك في كاسات العالم إحنا يمكن دخلنا حوالي 13 بطولة مفيش هوالة بطولة مجدناش فيها ميدالية وكلها كان ما بين الفضة والذهب ماخدناش حتى ثالث في سنه كناشئ يعني وحصل نفس الموقف ده معانا في 2018 قبل لعبه في الأولمبيات الشباب قبل مشاركته في الأولمبيات الشباب مش قبل صفر قبل تاريخ لعبه في الأولمبيات الشباب في 29 يوم حصله قطع في غضروف الرجبة التانية وبالصدفة البحث احنا كان نضم الخطة بتاعتنا ان احنا حطين اليوم ده تشيك على رجبته عموما التانية اللي كان فيه الجراحة الأولانية عملنا تشيك على رجبته دي مع الطبيب بتاعه فبالصدفة كان تاريخ الفحص اللي هو الإجرائي يعني عادي عشان نطمن عليه كان اليوم اللي هو اتصاف فيه في الرجبة التانية فاتجهنا في نفس المعادة عادي عالدكتور ودكتور طلب ان احنا لازم نعمل جراحة كانش ينفع انه يلعب يعني كانش ينفع يتمرن حتى غير ليما يخضع جراحة يعني كان قبل الليعب بتاع الأولمبيات ب29 يوم وطبعاً ده كان موقف سري اكتر من الأولاني ده كان بعد سانيتين وشويا مش شغل في 29 يوم وهيلعب مش هسافر فالحمد لله يعني سبقنا الزمن وبصطف كبير والكونسولت كبير كل واحد كان شغال في اتجاهه ولعبنا بطولة خماسي كاملة بعد 16 يوم بس من الجراحة بطولة خماسي كاملة في روسيا ضمن التأهيل بتاعه ان هو يبقى متطمن لحالته عدنا مراحل كتير جدا يمكن بدأنا التأهيل بعد 10 ساعات من الجراحة بدأنا الشغل بتاعنا من بعد 10 ساعات من الجراحة بالزبط الجراحة انتهت المغرب الثاني يوم الصفحة كنا شغالين والحمد لله بعد البطولة دي بعد 16 يوم مشاركنا في بطولة كاملة وكان متطمن لحالته كملنا تأهيل وراح خد ذهب بفرق يبير جدا على المركز التاني يعني هو دخل على التنش وخد المدالية وكان بيتتوج يعني مش خد المدالية يعني قصدي الناس بتحتفل بيه مع العالم والوردة وكلام دي وليس التاني ما وصلش أصلا ويمكن انا فاكر ان هو عمل رقم أوليمبي جديد في سن الناشئين وقتها كمان في الجري من هنا بدأت التأهيل للأولمبياد عطول توكيو من هنا جات الفكرة خلاص أو من هنا يعني تقدر تقول ده توقيتها للتفكير فيها وحساباتها